سبور بلوس يواصل رئيسة لتوال وحامد كامون يعلن استقالته من الهيئة التي تسيرها للنجم الساحلي ومن لجنة الحكومية كذلك ويصدر تدوينها بش نرجع لها بكل تفاصيلها هما جيفاء يقولون الحززيات وعدم الشعور بالمسئولية التاريخية وتضارب المصالح أصبحت تنخره في جسد النجم الرياضي الساحلي عودة بكل تفاصيل حول المسجدات في النجم الرياضي الساحلي هل فما فراغ تسيري وإلى ليه هل سيواصل عثمين الجنيح إلى نهاية الموسم واختيش موعد الجلسة العامة المقبلة لنجم الرياضي الساحلي من هوني الوقت الجماهير قاعدة تعمل في الليكوليكت من أجل خلاص الديون على كل بش نسلط وضوء على المسجدات في الليتوال وكذلك بش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ما بعد مباراة كرواتيا نرجع على التصريحات الأمور الفنية وما يجبه إصلاحه في مباراة نيوزيلندا شنو الإيجابات شنو السلبية لازمنا نستحفظوا عليها ونصلحوها في مباراة غدوة ضد منتخب نيوزيلندا مرحبا بالجميع سبوغ بلوس مع ألمن زروق على إيفام نتبهت لحال هذا وكثر معطيات ومسجدات ومواضيع اللي بش نتناولوهم في ساعة من زمان متوحدة للاربعة ونصف متع العشية في التوقيت الرمضان نسلموا عليكم وينما كنتم في المتابعة نسلموا على فريق الأعداد خليل في الأخراج يمن الجدي في اليافاما تيفي وصديقنا أمين في الديجيتال سعيد كذلك أنه بشير أفقنا في التحليل والتعليق على هاته المسجدات سمير السليمي أنيقن كعادته مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا سمير مساء النور تحية لك ولد زروق تحية لك ولد الشرميتي تحية للشلمة لنا الكل وتحية للناس التي تسمع فينا الكل فهمتني أخويا وإن شاء الله هنص ساعة لولا نعديوها هكا شوية بدون تشنجات ونصف ساعة ثانية بتشنج كبير بعد الأخبار ما فهمتش معتها في الليت والد وانت شان وجيت في الكتناس وانت شان وجيت هكا فهمتها وحدك هتوا نشوفوا شو بتاعتي ما تخاطر ديما اللي تقولوا وانت في الميكرو وانت عمل عكسه مع انتها بلاني شفهم هتوا نشوفوا وانتو كار مرحبا بيك سامير هلو سهلا بيك كذلك رفقنا أمين شرميتي مساء الفول هلو سلام ساروخ مرحبا بيك ورحبا سامير مشاهدين الكل ومستمعين الكل أهلا وسهلا سابا شنا حويل الحمدلله سابا انا نستنى في المطر ان شاء الله ربي يرحمنا بمطربيه بدأتت ناكد شوي هذيك اللي نستنى فيه ربي يرحمنا خلي على قل الأمور نفسية تتبدل شويه ايه ربي يرحمنا ان شاء الله تتبدل نفسيتك بنزول المطر؟ ناس بكل مال عكروا مانسي يميني انو في بيليش شنو؟ ما هو ما يتعبوا يقول النابير شنو؟ ما تمشي شوي الافليحة ما تمشي الدور الدولية فعليش كوي اذا هو المراو قتصب لامطر القيطاعات الكل تنشط رح ايه حتى الاسمام الكل غاية طيح ايه شهر التالي قلت له ربي ينوب علينا بالامطر قال يحلش بدخلنا خلي تصب في الحيط قلت لانت كي تصب وين تصب ايه حرف لكلام يا كيكا حرف خلي نحطك في مشكل حرف لكلام يا كيكا مرحب بيك امين شرميتي اهلا وسهلا مرحب بيك سامير مرحبا بالجميع بعد شوية بش نحكيو عالمونتع خبروطاني التونسي لكن البداية بالمسجدات في الاتوال ايضا قبيلة شوية تقريبا من عشرين دقيقة خمس وعشرين دقيقة منتوا حامد كامون نائب الرئيس في الهيئة التاسيرية واللي الناس الكل كانت تستنى في انه يكون هو قائد الربان المقبل وكان اكدنا الخبار ذايا في انتظار الاجتماع متع الهيئة الحكماء لكن حدث ما لم يكن في الحسبان يقول انا حامد كامون اللاعب السابق ونسؤول السابق ورئيس السابق لجمعيتي وعائلة نجم رياضي ساحلي التي ترعرعت فيها وكبرت على مبادئها وعلى حبها وعلى التفاني في خدمتها ولفائل رجالات اسسوها وعهدوا الله على ان يبقى النجم صرحا عظيما تتباهى به الاجيال اريد اليوم ان اعبر عن حزني واسفي لما قالت اليه وضعية جمعيتنا والتي تنظر بالخطر ان لم يكن الخطر قد دهمنا والخوف كل الخوف من الانزلاق الى المجهول لقدر الله يشهد الله انني حولت ان اكون مستعدا للم الشمل وان اكون جندي من جنودها على الميدان سواء كعضو في هائة الحكماء او كنائب رئيس الهيئة التاسيرية لكن في كل مرة لا اجد اذا كان صاغية او رغبة من جميع الاطراف الهيئة المديرة لوضع اليد في اليد للم الشمل لجميع رجالات الجهة من رؤساء سابقين ومدعمين ورجال اعمال للمضي قدما لانقاذ الجمعية من الوضعية الكارثية التي تمر بها فالحزازيات وعدم الشعور بالمسؤولية التاريخية وتضارب المصالح اصبحت تنخره في جسد جمعيتنا المريضة التي اصبحت تأنو وتتألم في صمت لعزو في ابنائها عن التفاهم فيما بينهم وترك الخلافات جانبا ووضع اليد في اليد من اجل المصلحة العليا لمستقبل الجمعية وخير دليل على ذلك هو عدم حضور اغلبية الاعضاء الهيئة والمدعمين للجنة الحكماء والمدعمين لذلك اصبحت هيئة الحكماء بالنسبة لي لا فرق بين وجودها من عدمه وجعلني بعد تفكير وبكل اسف ان اعلن عن استقالتي من هيئة الحكماء ومن الهيئة التسيرية وانا مرتاح الضمير لعلى استقالتي تذكرهم بخطورة المرحلة هذا مجيء في جمعات تبروها مشتدوين حتى بلاغ من سيد حامد كامون عدا فيها عديد من المعطيات وعديد من المواقف التي تستحق نرجع عليها ونركز عليها امين شرميتي نعطيك تعليق بشكل عام هو صحيح الناس الكل كانت انتظر في الاجتماع اللي بشي تصير اليوم على اساس انه بشي تصير ممكن ثم دي دي سيزياء ثماش ما ما يكون ثم ما امل ولا باسيس الامل وشوية نور للمستقبل للا نجمرة دي السحلي نحب نقوله انه نجمرة دي السحلي هو كيان اللي من الفراق الكبيرة في في تونس وفي في افريقيا ونصور انه اليوم صحيح انه الفريق الكبير دي ما يمرض وما يموتش اكيد انه باش فترة وصعبة ويعرفوها الناس الكل ويعرفو الجمهور يعرف المسؤولية اللي تنتظر فيه كجمهور والمسؤولين زادت تاريخية اه تجاهنا ديهم اه ثم ممكن معذ الكلام اللي ممكن سيحامد اللي يعرف الكواليس راح نشوفنا كناس الكل ما عنداش برشة ملي هبطة التدوينة هذية اه الناس انه ما تفهموش اه ثم كواليس ممكن تخفى على رأي العام هذي الكوزينة تاريخ نصور انه كوزينة تاريخ مجاو الجملة للاجتماع عزوف مجاو حتى لرجل اعمال لرواسي سابقي قالك اذي هيئة الحكامي اللي فعل مدعمين رئيسي القدمة مجاو حتى واحدة وبالتالي قالك لا معنى لها معلومة اللي عندي انه الاجتماع اذي يجي في حمد كمون وعثمان جنيه وعبد جليل بوراوي فقط ممكن الكونكوليزيون حب انه ممكن نلخصها من التدوينة هذي انه نجم ردي السحلي ماليه كان الجمهور مطاوه نجم ردي السحلي لازم اليوم تصير ممكن في انتظار اللي بشتير في ماي الجاسة العامة انه بش يتم انتخاب رئيس وهيئة جديدة لازم تتواصل الحياة اليومية لنجم ردي السحلي اللي هو هو خلاص ديون ديون كبيرة ما هي سهلة جمهور قاعد يعمل في حاجات كبيرة باش يتم انقاذ النادي في الخطايا الكبيرة هذيئة واكيد انه بعد الغصرة هذيئة ممكن توا ممكن انسحام نتكلم اشوه ولا حتى كي عبر عبر اشوه اه الانسحاب متاعب بشتير رجع ان شاء الله تكون ثم ايجابية انه الناس التلتف اكثر في الفترة هذيئة وهذا ما يعنيش انه بش يواصل ممكن حسب ما فهمنا منه ساعة اثمين هو اللي بش يواصل ساعة اثمين بش يواصل اي نتصور انه ساعة اثمين بش يواصل يواصل الامور التسييرية الى حين انعقاد الجلسة هو وقت اللي صارت الجلسة الهيئة التسييرية الحالية كانت اثمين جنيح ونقب رئيس وحامد كامون ثم انسحب حامد كامون ورجع للهيئة التسييرية وقت اللي صارت لو عكا سحيل ساعة اثمين جنيح بش يكون هو موجود شداش فما فراغ لكن ما وصلش طوش نجعل كامين يقول حامد كامون انه عديد من المرات كنت مستعد للم الشمل وان اكون معانت جندي من جنوديها لكن لا رغبة للجميع في انه اللم هدية معانت الشام اللي هدية يتلمع ما فماش رغبة من جميع الاطراف للوضع اليد في اليد كلام خطير كلام خطير برشا واللي قال عليه سيد حامد كامون ينطبق على معظم الاندية التونسية الوضع في تونس اندية تونسية وضع كاريثي واليوم نتكلمه على النجم اليد السياح اللي باعتبار انه الاطوال هو اللي توا في الويشة هو اعتبار انه باقي الاندية تقريبا قاعدة تتخبط ايو قاعدة تحاول تصلح ما يمكن اصلاحه فمزوز خيارات عند السيد حامد كامون كانوا ياما انه يتكلم ويعمل التدوينات ويقول او انه ما يتكلمش يقول اذا كويزينان تيرن ونخبي الموضوع ونخليه الموضوع ونحاول انه نصلح من الدخل فاختار انه يتكلم في العالم وكل خيار راو فيه ايجابياته وفيه سلبياته حامد كامون اختار العلن واختار انه يعمل تدوينا ويتكلم فيها بكلام خطير ولو انه نعرفوه لحنا الكلام لكن كلام خطير عليه وصفته بالاختار لانه وقت اللي يتكلم يقول النجم الرياضي السحلي فيه خطر وهو يعرف ما يقول يدرك ما يقول حامد كامون طوى عنده اسبوعين وثلاثة هو يسير في شؤون اليوم يسير يعني عاش عاش ما تكلمش قبل جمعتين ثلاثة لانه تخل بنية لمش شمل كما قال صرح للاعلام كان بوزيتيف اي صرح للاعلام بوزيتيف كان ايجابي وكان متفائل وبعد ثلاثة اسابيع صدمة بالواقع الواقع اللي هو اشن هو ديون كثيرة وناس كل حالة فهمها ملاعبية وفرنيسور والدنيا كل حالة فهمها ومالغادي رجال اعمال او مدعمين ومستشارين يستدعى فيهم باش يجتبعوا لا حياته لما انتم نادل يسكر تليفونه ربما ولي قال هريم سافر هو موجود في سوسا وغيره وغيره حقا ولا ما هذي هي الوضعية دونك الراجل اتكلم وقال في تدوينه انا انا شبهتها بالخطيرة لانه فيها مستقبل النجم اليد الساحلي نجي وتوى لجوهر الموضوع اللي اتوال احنا في السنوات الاخيرة نعرفوا رئيس النادي اللي هو يصرف في العاشرة ولا خمسة سنوات الاخيرة ويظهر هو اللي في الواجهة والحمل الكل يتعدى على الرئيس النادي وفما لجنة الحكماء او لجنة الدعم هذي اللي انا صراحة ما شفتش عندها مردود ايجابي كبيريس خاصة من ناحية المادية ولا امين ممكن تعرف اكثر من ناحية المادية هو ثم كان الجمهور اللي قاعد يقوم بصراحة والجمهور انا مش انا مش نجيوه واصلنا العهد انو النجم اليد الساحلي وما ادراك مشي ما يلقاش رئيس ما يلقاش شكون يسيروا تسيري اليومي راو خطير راو شيخ خطير النجم وما ادراك اللي كان يدخل الاتوال مش حتى رئيس ولا رئيس فراحة يولي مشهور ويوصل من خلال النجم اليد الساحلي الى ربما المجد والشهرة والشهرة وغيره هني انا صدر يجي الاعمال يقول لك يا اخي انا مش مش ان انا لكن نتفهم شوي هي اخي انا نقول لك انا انا ندفع في الفلوس وغيره يتشهر ويتعرف ويدخل مجلس النواب يدخل التأسيسي ويدخل كذا ويعمل في احزاب ويعملو هیذا ويقع هو فيا سامي في البلاد ويعملو وليتوال تسميط على عيل تفلان وعيل تفلان انا اش هم دخل يخينا تبع في الفلوس وقاعد بعيد وليز ما بده Ps ناز� كليون مغيب وليوم وقت النجمة الساحلي في مستحق اليد المساعدة من الناس الكل من رجالات هذوم الكل اليوم يتم طرق الباب ويطلبوا منها في وقت اللي يحتاجونها ثم ناس اخذتها بالصوص الخائب لكن اليوم لازم نكونوا واقعين النادي مهوش اسيم النادي يراه تاريخ بتاع جمهور في تونس الكل الناس الكل لازمتها تعاون باللي تقدر موش مطلوب منك ان اه ازاده صحيح صحيح ازاده اللمو على الناس تطلب منه بسيف انه باش يعاون لا لكن اه بطريقة يعني تكون تطوعية خاطر اليوم النجمة الساحلي وقت اللي تحكي تحكي على جهة كاملة تحكي على جمهور في العالم الكل وتحكي على تاريخ تاريخ اذا وصلنا اه توصل لنجمة الساحلي في ستوتياتيون خايبة راهو اه راهو اه على الكرة التونسية بصفة عامة راهو يساعد راهو يساعد حد احد امين معاك انا معاك انا معاك انا ربا انت راهو الفرق اللي بينه بيلك طول ربما كان يجينا احكيوه عن هدي الافريقي تولي انتي في وضعية وانا في وضعية اخرى تولي انتي شرميتي وهو سلم هزا حينا وانتي ونبدله الادوان انتي ولد النجمة رياضي الساحلي معناها كي تتكلم يجب تعمل حساباتك في الكلام وتكلم في الكلام معقول وواقي لتوال تاريخ وكذا تاريخ وعلاقة حتى حد ما شكك في ذلك حتى حد ايا سيدي انا نعرف الاتوال توا ما اللي يعيط على الكرة نعرف النجمة الساحلي نعرف ثلاثة ربع اسامي شهدوا الاتوال كهو وينو رجال الاعمال سامي لي خمسة رجال الاعمال فاعلين واللي ظهروا في الصورة ما فامياش ما فامياش ما فامياش شكون ظهروا في الصورة معناها يعني يقول لك انا نعطي في فلوسي باش انتي تمشي تصرفها وتحطني في المديونية هذيك تي ما وقع ولا هالنجمة الساحلي هو صراع عائلات ما انا ما نعرش لا 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 بالحق ما نحبش نظلم الناس وما نعرش اما المظلوم في هذا الكله هو النجمة رياضي الساحلي نمشي لك هكتر من هكتر من هكتر انا قلتها عن نادي الفريقي كيف كيف شكون السببه دون هذي شكون السببه دون هذي في العشرة سنين داخرانيا فلان تمشي تخلص يا فلان فلان يخلص كل انسان يتحمل مسؤولية الفترة اللي يخدم فيها اسليم الريح يخلص مع انت لا لا نعطيك انا نعطيك انا نعطيك في اكزامبل لو بقات دي سوخ سخرين وقات ربما حلول اخرى لتوال ما قاتش انت شديد في النجمة اللي يستيحلي سبعة سنوات والستة سنوات غرقتها في الديون قيتها بثلاثة رجعتها للعشرين مليارد خلي ثلاثة وخلص السبعتاش مثلا تحمل كل انسان خدم فترة يتحمل مسؤولية اللي عمل انتها انا خدت في المقابل انا قدتك في المقابل انتي قلتها مجوع تصفيت حسابات حسابات انا تمنيت اوظر الزراخ اليوم موقع اللي نقول لنجمة ساحلة انا تمنيت الدكتور اللي نحترمه عندي احترام كبير صحيح نجم هو عنده وجهة نظر يقول لك اليوم اتتكلم والناس اللي عنده مشكلة انا عندي مشكلة مع سامير وهو اليوم مصلحت النجم فاقها كل شي اه 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 من ناحية اخرى زادة كان سكت يقول لك اه الواحد خطر راقزة احنا تلافصون تروبون تروكن تل موتوسكو توم مش تاكا للذم و بشي لوموا عليك الناس ويقول لك جاه و ما وصلش المتحملش المسئولية يقول لك انا زادة نحمي روحي زادة ولازم ناس يعرفوا الحقيقة انا تمنيت اه هي صعبة كما قلت سامية تمنيت ما تهبتش التدوينة تدوينه تأثر على نفسية الجمهورية. على سلطة الملعبية. تأثر على الجو العامي. يحب يترشح على الكاسر. بخلاف هذية نزيد على التأثير السلبي نجم يكون خاطر في وضعية متاع الليتيج والزفور اللي قاعدين صارين بير حبركس معنا الانترفيو متاع زوبير باية هكا الدعوة. زوبير رباية عشرة قاوق وهو الموتيذي في الجمهور وامشي ونيقو مع جمعيتنا وما نعرف شنو في اللخر تدوين هذية تحسن. طيب وان زيدا نقول لك ضروقا وان اكد لك زفور والناس اللي باش تعمل باش تظهر في الممو هذي مو في الممو ديفيسيل الناس تعمل رياكسيون وليه. طيب بإذن الله نذكروا بعضنا شنو باش يصير مبعد في الامور المالية. ان شاء الله وكان شو مهور. وبين بالكيشف انه وقت الممو هذي الديفيسيل الناس قاعدة من الصغير لليه كبير قاعدة تعاون بلي تقدر وباش تتواصل حملاتها هذية وباش تخرج النجم الالي الساحي من من اللي. سيطويسيون خايبة حتى كان بشتو. ما يعني بصراحة. ما تفهم شو رجل. نجم واذاك اللي نتمنى خرج تلات وعال. والاخطاء اللي ساعت. لازم. لازم. شكون توحل كي ما يقولوا بافريكا. كي توحل لوح للجمهور طيب قل حل. باعتبار انه جمعية عريقة وكبيرة وتاريخة. واك الكلاه ماذاك الكل اللي نعرفو نحنا. يتسلك هالجمهور يعلم ربي كيفاش مش يخلص. ومبعد انتخابات. يجيك رئيس اخر نفس المعبوقة ونفس الشي. ولذا يلزم يلزم حلول جذرية في كرة قدم تونسية. ذاك الليش انا في اول مدخلتي قلت. نقعد بيت. نجمري للسيحلي. ما تلقاش رئيسي سيرها تسييرية فقط. وبالتالي الوضع وضع خطير. اه اه امين اه من هوني المي كيفاش توش يصير. شنو اول حاجة الوضع الصحي بنسبة لسيحة وثمانة جنيح. وبش يرجع للتسيير اليومي. يمنو يمشي للانترينمون ويويك وموتيفي ويجيب الخلاصات الملعبية. وكذي من هوني المي معتا نحكي شهر ونصة شهرية. يعني مش مش حاجة كويرة بس تتبدل. هي الامور قاعدة تصير. يعني الامور التسييرية قاعدة تتسير من قبل. اه ممكن دكتور حامد. حامد كامون معتش. اه اه زياد جزيري معتش موجود معناتها. هي شكون اللي بش يقف على الكوتيديان او شنو. يقف ثم الناس اللي قاعدة تخدم. سواء مع الفريق الاول ولا حتى في الادارة. الناس هذي قاعدة تعم في افورس. والناس اللي قاعدة لاهية بالليتيج. ثم الناس اللي اللي هي بالامور في التنقيح القانون الاسيسي داهلي بالشي bezpie такую يعني. ثم ناس ماش ظهرة في العمومة لكن قاعدة تخدم. آآ يقعد الامور المالية هذي من مشموليات ممكن. ممكن رئيس النادي. اللي هو بعد ذور وتنقى الحلول. ومن توصير من شهر ونصم ليش بش تبادل بين啷ن التنظر حالها. بالعكس لازم الامور تتواصل ويحاولوا آآ يخسر اقل ديقاء. آآ واا طоновان وان شاء الله تصير جاسة عامة دخل ويتقدموا شكوهن معتا مجدد نجم تصير دعوة عامة ميتقدم حد يعاود أجل وقتا يونكورين فوا معتا كيما صار قبل على كل رب يكون في عاون نجم رياضي سحلي وإحبين قراش وموتوريت كانوا فما طموحات سياسية نوعا ما قبل ما عاش فما حتى طموحات سياسية وما عاش فما كذلك الواج داخلي للكورة يقول لك نحكيه الرسمي لواقع سيم رياحي وغيره كذا كانوا معنا فعنهم وذا محق مشروع عراف عنده طموح سياسي يدخل بالفريق بيش يعمل شعبية ويعمل نسلم ورش على جمهور الإتوال اللي حتى هنا شوية اختلاف الآراءة معانتها ناخدوا شوية كومنتارات يقول هذا الرجل معانتها يحكيه على حامد كامون يقوله ديما بمشكل ويحب يورفره ذرايه وكي ما يمشيوش به يتغشش ويستقيل ثم شكون يقول انه دكتور حامد كامون نبا ان بوش تخو بغافو مغي سبي بوان ذي قل كسايبوها الإتوال اوكي ثم مهي قل تخيص بوغمان كلوب من سيل عيسي وي رافيق يقول النجم وصلح لذي من أشبال مسؤ اخرين ان شاء الله الجاي خير بنسمى النجم رياضي لسيحلي ذكروا انه رسميا عودت سيد عثمان شنيح لرئاسة الرجم الرياضي سيحلي وقتين الى حين انعقد جاسة العامة الاتخابية ليستكون في شهر مي المقبل وحامد كامون يستقيل ويعلن انسحابه من هيئة سيرية ومن لجنة الحكامي اخبار لا روحة متاع العشاية قبل هم اخبار للطرقات راجعين في الجزء الثاني الحسب تانا مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي مرحبا بالجميع في جزءنا ثاني من سبور بلوس طوال الاربعة وستة دقيق مزانا مكملين مع بعضنا حتى للاربعة وثلاثين دقيقة ستوسيت لحديث على المنتخب الوطني التونسي الرقم متاع اليوم يخص احصائيات مباراة كرواتيا وتونس نسبة امتلاك الكورة لحقيقة جذب تنتباهي كنت تفرجوا في المباراة السامير وقالوا انو كرواتيا كان عندها نسبة امتلاك كورة كبير برش بالنظر للفوليوم الدجور لكن كنت شوفوا نسبة امتلاك الكورة نلقاو ستة وخمسين اربعة واربعين فقط لكرواتيا كرواتيا تعليقك على الرقم ذي ثم من هو بش ندخلوا على التحليل الفني متاع مباراة تونس وكرواتيا الى ما يرمز الرقم ذي وشيفر ذي ستة وخمسين اربعة واربعين اولا ساعة في الشوت الول وصلت تقريبا سبعين ثلاثين حتى اكثر وصلت في العشرة عشرين دقيقة الولا وصلت ثمانين عشرين رفض الملعب المنتخب التونسي اللعب تماما رفض الملعب وختار اسلوب متاع كاليفيكاسيون متاع كاس عالم ولا كنس افريقيا في العشرين دقيقة الولا براتيكو لا وحتى الانبعد لكن انبعد تنحكيوا على منتخب الكرواتيا وبالتالي لكن فيديو زي ميتون تحسن نوعا ما وشدوا الولاد اللي شدوا الكورة استحفظوا عليها الكورة وانا كنت اتمنى من القولين يستحفظوا عليها الكورة في قول الماتش في اخر تقريبا 30 دقيقة الاخرانية ولا ويشدوا الولاد في الكورة بين الدفاع والواسط بين ثلاثة مدافعين وتقريبا السبعة ملاعبية متاع الملو ولا الستة ملاعبية متاع الملو تيرا بالتالي تلقى حلول التمرير تلقاها مقراب بين الدفاع وبين الوسط مع محاولة نوعا ما إلى وجوف العشوري في بعض الأحيان ولا الطيف كيف تخل ولا غيره ولكن بدون نجاح كبير وبالتالي نسبة متى لك الكورة ما يش بعيدة برش على بعضها ولكن لذلك لأنه أسلوب المنتخب التونسي اللي اعتمد عليه كان أسلوب دفاعي بحث مع تعديل نوعا ما في الدوزي متو أمام تراجع المنتخب المنتخب الكرواتي تونسي دونت عمقوا بعد شوية وشنسي دونت عمقوا بعد شوية متصلحي شي علق على الموضوع هذا يمتع نسبة انتليك الكورة بالنسبة للمنتخب الكرواتي هل بلغنا في لعب الدفاع خاصة في ردهات معينة من المباراة اللي وصلت براتيكمون وثمينين عشرين خاصة في العشرين دقيقة لولا واجه كارثي لكيب ناسيونالا ثم بدينا بشوية بشوية ندخل وهنا كنا نوجع واجعنا متخب الكرواتي حتى في كل وقت بتاع ثمانين عشرين عملنا وعملنا كونبينيزان كل مرة ننقرها وكنا أخطر وأخطر حتى حتى الازوكازيون بتاعنا كانوا بلونيت أكثر خطورة ممكن في اللونتان ملول بالكل وقت لتالعبزة فريق عالمي فريق كرواتيا وانتي خارج من دورة وفي فترة متعشك للناس الكل تستنى يقول لك إحنا مشعبوا ماتش على أساس الناس وكل باش تنقدنا أي تولي تحاول إنك باش تدخل لدخلة بأقل أضرار ما تتخذش في اللونتان ما تاكلش هدف ما تتقبلش هدف اللي ينجم يدخلك في في ثنية أخرى ضد منتخب اللي عنده وكاليتة كبيرة شفنا احنا تكنيكمون يلعبوا ما وجعوش برشا برشا خاصة أن المنتخب التونس يلعب بلوك با بصراحة يعني هذي نقطة إيجابية تحسب للمنتخب التونسي شفنا وجه محترم كومباكت ثم للمشكلة ومعرفنش كيفاش نستغلو في وقت اللي يكون عنا في فترة ما نكونو احنا قادرين انو باش نتسجلو وجينا لأوكازيان اللولة والثانية والثالثة وما نعرفوش كيفاش نقطة وجينا بونتويت ومش حتى دي اوكازيان لعبين اوكي رويسي تحضر وتغيب لكن ثم كانت لوكازيون انو النجمو ننتصروا على كرواتيا وتحبوا لتكره اليوم انت خرجت منهازم مع كرواتيا بضربة الترجيح اللي هي تترجح الفريقين كانت الكفة لمنتخب كرواتيا لكن نجمو نبنيو على حاجات إيجابية شفناها في المبارات ما شفناش منتخب كبير وانتظارات كبيرة حسب انتظارات الجمهور لكن شفناها ثم حاجات إيجابية بصراحة النجمو نقوله برد شوية على الوجه اللي شفناه في كاس أفريقيا لحقيقة هو من نجموش نتيحوا أوسيبا كاس أفريقيا مهما بش تكون كاس أفريقيا ماش نكونوا أخي من كاس أفريقيا مع تلك البلافون بتاع الخيوبية صار في كاس أفريقيا أي حاجة بش تصير بعدها بش تكون ظاهرة خير من كاس أفريقيا مصر لوحيشي يقول كنا أقرب للفوز ضد كرواتيا نسمع وتصريح وتحليله للمبارات في قناة أونس بورتس ماش نربية الترقيح لشكال معنا في المبارات هذه اللي كنا نربحه المقابلة في التسعين يعني عمنا تلاثة فورص واضحين نزوز في شوط الأول واحدة في شوط الثاني معناه بالرأس بالنسبة لنا مهمش فورص يعني أهداف بتاكورة العبدي كل سيفال الطيف حسب رأينا أهداف على مجمو المبارات نزمنا نخرجه منتصرين شفت انتليون فريق الكرواتي مع مالش اختار معنا مفهماش فورص كبيرة كنا متمركزين كي ما يلزم اللاعبين طبقوا معناها البلون اللي حطيناه للمبارات هذه دفاعيا كيفاش بش ندافعه هجومين كيف كيف الحاجات اللي حذرناه ومرقيناهم مجهود كبير من اللاعبين اليوم على تسعين دقيقة كانت اللي فرحني أنا برشا اليوم هو العقلي اللاعبوا بها اللاعبين اليوم أنا لعبوا بعقلية ممتازة جدا تشوف نستجري لتسعين دقيقة تشوف نلعبوا فريق يد واحدة أحداش اللاعب اللي موجودين البرة كيف كيف كانوا دخلوا عطاول إضافة هذه هي كرة القدم حاصرة كبيرة وصحيح مباراة ودية لكن اليوم على مجمل مباراة نستحقوا الانتصار خاطر ما عادية ما عادية للبوسيشن يعني انتليك الكرة كنا خير منتخب كراتي دفاعيا جاينا الفورص اللي يخطلك عليهم طبعا فما شيء للتصليح يزمنا نسلحوا حاجات لكونوا خير اليوم المباراة هذه دخلت في طاية تاريخ فما مباراة نهار الثلاث إن شاء الله نكونوا حاضرين وننتصروا إن شاء الله يزمنا نوريه وجه آخر يزمنا نوريه حاجة أخرى من اللي ورناه في كأس إفريقيا يزم نفرحوا شعب التونس يزم يكونوا حاضرين نصور اليوم أيام التونسي محب المنتخب يكون فرحان بالأداء اللي عاملوا منتخب اليوم وطبالك تلعب مع منتخب كرواتي كامل عناس روماني بمودريتش بروسوفيتش مش 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 نسميوهم الكل نشكر اللعبين خاصة على التطبيق التكتيك اللي حضرناه في الأربعة تامارية اللي حضرناهم كانت فما حاجات إيجابية الحقيقة في الأربعة أيام هذوما في التاربوس حاجات إيجابية ما بين لطار الفني ما بين اللعبين شفت تجاوب كبير لحقيقة من اللعبين شفت تركيز كبير شفت لعبين معناها أنا فما حاجات تفاصيل صغيرة ما نجمش نحكيها لكن ما كانش عندي كنت عارف اللي اللعبين مش عملوا مباراة هك الحمد لله إن شاء الله جاي خير اليوم منتخب يفتح صفحة جديدة بعد كأس إفريقيا وإن شاء الله يكون من حسن إلى أحسن هذا متصر لوحيشي في تصريحه بعد المقابلة نكمل وفاقت مع الحصائيات أهم الحصائيات متاع المباراة دونك ستة وخمسين أربعة وربعين نسبة تنتي لك الكرة لكرواتيا تصويبات أثناش خمسة لكرواتيا الكادري أربعة واحد لكرواتيا المخالفات أثناش عشرة الركنيات عشرة واحد لكرواتيا تسلولات أربعة أصفر التونس والنسبة للليفوت اللي صاروا أثناش الستة هذو ما أبرز لإحصائيات الخاصة بالمباراة تونس والكرواتيا مبايح متصر لوحيش يقول ما فاماش تونسي ما ينجمش يكون مهوش فرحان بالأداء اللي ورينيه ضد كرواتيا فرحان بالأداء سامير سليمي أو لا؟ لا فرحان بالنتيجة فرحان بالنتيجة مع كرواتيا كرواتيا من أفضل المنتخبات على مستوى العالم في نفس الوقت نتفرج في الانجلوتير لبريزيل كرواتيا ركي مالانجلوتير ريتو ماخرو شي كبير يا أخوهي نتفرج في فرنسا ألمانيا ريتو ماخرو شي كبير كرواتيا هي كيفهم شبهها ضدنا نحنا ملعبتش الكورة مو هكا نسر هو اللي ما وخاطر ملقاتش الكيب اللي زدها احنا احنا ملول بالكل ندافعو احنا ماشير مباراة نفس الاسبري بتاعنا خاطر نحنا نشفر عمانيا والبريزيل حتى انت انت أفضل منتخبات العالم في روسيا وريتو في قطر وريتو كل شي وريتو وعندك احسن لاعب في العالم مودريت شو عندك غيرو ايه ما نهاية جيل اللي راهو ما نعتبرش انه ياسر منتخب قوي كرواتيا شخصيا حاسين من العشرة لوائل ولا حطوهم من العشرة لوائل تيجيك منتخب يرفض اللعب لازم تلقى حلول لازم تجيب فرصة ولا زوز هذا يا رسول الله ما جاب حتى فرصة حتى فرصة ما جاب يا اما ناجحة كبير للمنتخب التونسي يا اما جاهلوا السياحة ومشاء الله هرامتي يصوروا انت شنوع اعتيقاتك شوية منه وشوية منه هذا هو خاصة انا في باري انا في باري مش نخدم به الديباجة متاعي المباراة الجاية اللي مش تلقى اللي مش تلقى منتخب اقل منك ما سوى مش تهاجم تاريخنا الكل يقول كي نلعب ودفاع ننشحو نحنا خاصة اذا كان منتخب ما ما كالكش اذا كان مركات كرواتيا موتوا في العشرة طاية قلولة تتشوف الخنار حاجة باية حاجة باية كونه بعد الواحد معناها نتيجة نعتبرها طيبة وفما روح صحية وفما اندفاع صحية لولادي يحبوا ينسيوا شيئ ذاك لكن اسهل حاجة واذا يمدربين الكورة اسألوهم عليها اسهل طريقة عند مدرب الكورة انك تلعب عشرة التالي حظ موجود اسهل حاجة اضربت ثلاثة في اللاكس زوز من الغادي دو بيستون ميات العوش وثلاثة مسكر بهم ثمانية ميات العوش شنو مش مورنة تكتيكية ذاية تتسمى مورنة شنو تكتيكية انك تلعب ثلاثة خمسة اثنين طيو انتي تبربش فيها تقع نسئل في سؤال طيو مش يقولوا انه مش بالضرورة ليلعب ثلاثة في اللاكس وثلاثة في فويت مع تهيلعب في الدفاع موش بالضرورة الانتر تلعب التلاثة في اللاكس يا حبيبي شوفك الانتر اقوى خط وجون في افريقيا في اوروبا. حتى اليوفي تلعب تلاثة في اللاكس واخذر اللي كيب انتاحة مخيبها. انت وش تحب بغوية? تحب تلعب كيما الانتر يلعب. تحب تلعب كيما اليوفي ومزكرة تاني يلعب بغوية. انت حور في التسارك فاتك. احنا كنا في وضعية. احنا الانتر ولا اليوفي? احنا احنا اللي جينا لا يهدي دي هدي. بالبني. لا مش بالتالي. طو كان ماركة سيف الله الطايف البونتو. تولي. اه ولكن ماركة اللي جيت على يساق وليمي را انا اقول. لا انا فرحان بالرنضماء وكان ماركة السيف والطايف. والعب دي. والعب دي سور العردي. نرعبنا مع مصر. فهمتني? وانا كان لعبنا مع مصر خير من نرعب مع نوفيرزيلوندا. عليش مع مصر مش نرعبوه نفس الشيء الدفاع. كان ربحنا. مش نرعبوه الدفاع مع مصر. وبش نرعبوه في في روجيستر متاعنا. اما توا مع نوفيرزيلوندا. مش تلعبوه. روجيستر اخر صحيح. مع روجيستر اخر صحيح. مع روجيستر اخر مبارعات. اعطي لك ثلاثة مدافعين ولا بالاربعة ما نعرفش. ثم مش تعطيهم اربعين مترو في ظهرها متع دفاع. بارتبار انك مش تقدم. ثم مش تغير في الخطة. وهنا مش كل مشاكل. نجاحاتنا الكل حتى في كاس افريقيا الفين واربعة. مع مع نيجيريا مع سينيجال. لعبنا الدفاع مع رجل ومير. ووصلنا ابطال افريقيا. بالدفاع ومسكرين ونرعبو الكونتر. هذي كلم قلناه برشا تغشوا منه. فهمت؟ دونك لعبنا جيت جاء فريق للدورة هذية يحوس اموره واضحة. مشايل الاهرام صور. مشايل من الناس صور. لعب ما اتش خايفين على اسبيقاتهم. ما هو شي معيار. لكن احنا نحبو نستثمروه نستثمروه في الحاجات الباهية. فيش نجمو نستثمرو الحاجات الباهية مين شرميتك. نتسمى اوقت لتك تخرج. شنو ما هو مساع الحاجات الباهية اللي نجمو نستثمرو فيه ومشنوه السلبية لازمنا نصلحوهم. بقينا الايروبار بتاعنا الدفاعيا. برح. ما عملناش الاخطاء اللي اخطأناهم اقبل. آآ ثم ثم الانفي. ثم الروح. تحس آآ آآ ثم اللحمة بين اللاعبين. ثم الكلمة الباهية. شفناها هذي في المبارات. ما شفناش شكل نطرة وما شفناش آآ آآ شفنا اللاعبين اللي تحس احنا اللي لعبنا كولا ونعرفوا الجوار اللي ما يحسبش وقت اللاعبين. هذو من الحاجات اللي الباهين نتنجم فريمان وتبني عليهم. وتقول اموان نجم نصلح ونعمل نوايو جديد في ظل آآ رجوع العديد من اللاعبين. اللي راهو ما هوش. راهو ما هو سهل. ما هو زاد المشلوين. يكيبشير شعو الملعبين. وقت اللي نشوفه مثلا اليوم تلقى جلاسي يلعب كأساسي. يقوم مبارات محترمة. تلقى الغندري اللي يرجع. يا اخي تقول انتي شنية شوية كانوا اقبلش بهم. لا لا او او تلقى العشوري تلقاه في الخليت في الانظيم متاعه يلعب مهاجم. تقول شوف الروح متاعه. تقول هذو ما شبيهم يا اخي وين كانوا شبيهم شوف آآ شعي. هنا نحب مثلكم على الغندري. جلاسي. جلاسي مثلا. جلاسي للسنتر. هاك شوفنا مع الاسبان وصولي طوال. قدموا للسنتر انتي. قدم جلاسي للسنتر. ولا قدم الغندري للسنتر من الغادي. وقلوا يلعب. اما في الثمنتاش المتر ومتاعه مسكرين. تتعدى واحد تلقى ستة. تتعدى ستة تلقى عشرين. ملاعب يتكليو. بيتبيعة الحال بيش يكون فما التغطية. وبتبيعة الحال الجوار بتاع كرواتيا بيش يقول لك اخي اقتاني انا الدورة هذية متاع السماء ديش نعم بينا دي دورة دي بش حد سقية هكاكة بش نمشي. دوك صحيح ولا. صحيح. عليش احنا ما نجحنش في كاس الفريق يا. علي ما نجحنش. انا خاطر في المتذم مبارايتنا متينة كنا مطالبين نلعبوا الهجوم. وما لعبنيش الهجوم. دي وخلوا عشاك فوا ونحاولوا بش نعبوا الهجوم. ما نجموهش. ها نخلصوا الكاش. انخلصوا. ما نجموهش. ما نجموهش. Britney. ميناء. بفقدين جدم champs. حيان. Lit !. تأمل الفيرق. حيان. وحكا الناسيون الكبار رو.بحان ant me�jim تسجل عليها och متسجل عليهم. متسجل تصنع الفيرق. وشوفنا كيفائش احنا وقت اللي اه بالرمضة ان كيفاش الفصون تاو. من الفصون تعثير امتى. كيفاش Incredible. basement. ابن ما تطوiseich 좀 تتمركت في مينة كطيرة من اللي عاردة بارج العيق? 중 لا نتحامل أن نتكلم في واقع بمعرفة الكرة القدمة وسيتها أكثر من 30 سنة معرفة هي ما تغروش راهو ما تشكرواتي راهو ما تشكرواتي كان كرواتيا العشرة تقيق الأولى اللي إحنا الكرة ما ريناهاش ما مسيناهاش بالكل كان مركات كرواتيا بونتو كان مركات بونتو في تقيق الأولى بتنكلوا كارتو بتنكلوا كارتو على خطر محذر السيستام امتاعه الكل على عشرة التالي وبالتالي يزم حلول وحلول بديلة رينا نسخة دفاعية ممتاز ورينا دو كونتر باش ما نقولوش يهاجمنا ورينا كورو تلطيف بالرأس وقبالها ريتيف اللي برحها أكثر من هذا ما رينا شي عشرة ركنيات الكرواتيا معو حي دي جات بالزرلي نحن خلينا نتكلموا الواقع الموجود معانو في الزيلانس إكيب أقل منا مستوى نحب نشوف سيفة أو طريقة هجومية وبالتالي نعملوا الحكمة بتاعنا اللي يكون حكم واقية مش حكمة حكم انو خرجنا نكسة متاع كاس افريقيا وباش ننطلقوا ربما خط رحنا طو في جوان راهوا عنا ماتش أوفنسيف ماتش هجومي راهوا عنا ماتش هجومي قصدك لازم نحن نخلقو فيه اللعب بطبيعة الحال انت عندك في جوان ماتش تلعب الهجوم باش تربحو جي تلعب طو بطريقة دفاعية نعفو خلينا نكونوا إيجابين وقولوا مو في المباراة هذه باش تربح باش مكش تقبل خلينا مالا في نوفيرزيلاند خلينا مع زيلاندا مع زيلاندا الجديدة زيلاندا الجديدة خلسك في ناسيون الجيوغرافيك خلينا نشوف بطريقة هجومية لكن الشكر للأولاد الحقيقة لعبوا بروح وقتالية لحكيت على المخالفات ضربات الجزائي تلتضيعوا الحديد يجلاصي والجزيري برش انت قد تحول عنو ضربة الجزائي الخامسة علش تيف دين جزيري مكتش فهموا من لعبين اخرين ينجموا يحفقوا أكثر مع انتها تزيد ضربات الجزائي من جولود مثلا المغندر من كونوش قاسين برشة صحيح ضربة الجزائي راو شوف اللاعب ساعات يحس روحه انفورم ساعات احنا نقولوا اللاعب اللي عدم مباراة كبيرة رابش يضيع صحيح اللاعب اللي سجل في ضربة الجزائي في وسط المباراة ما لازموش يسجل من بعد خطر لغلبي انو يزاعوا يضيع كل الحسابات وهذه كلها تدخل في الحسابات وثم اللاعبين اللي تلقاهم جامعة كاملة ولا في الاستاج تلقاهم بارميل لي ميور ويجي نهارة المباراة ويضيع سيف الجزيري فينا صنف موجود من اللاعبات والله اوزر في لحظتها فاكن مموها هذيكا وقت اللي بشي يشوت الكورة اسكوالي بري آآ تاعب حاضر مركزكم يلفو الفصان اللي يشوت بيها ضيع لا تنسي زادا عندك حارس مرمى كبير قدامك كما احنا دا حمين تقلق زادا في تصديل ضربة الجزائي تقعد رويسي اما مش هو المارا زادا يضيع زادا جزيري ضربة الجزائي مصيرية مع انت ضيع ضد غامبيا في كوبدا افريق متاع الكامرون ضد ضيع مع النادي الافريقي ضد الاهل المصري ضربة جزائي مصيرية وقتها متاعتها الفين وخمسطاش مع انت اذا كان الملاعب مهو سبيسياليس مستكنسي في ضربة الجزائي ما نعطيوش الخامس ما نعطيوش الخامس شكون جزيري واحده جزيري واحده يمشي هزه وشيت صحيح نحنا كنشوفوا الرياكسيون بتاع المدرب اللي بظهرها تحت عليه الكاميراد وما ضيع الجزيري كيفاش ساسوفوالي المدرب منيش عارف شو الملاعب يمشي اشياتها واحده مارب ليه ما اقولش حيتي مارب يوالي المدرب هنه مش يوالي اختار الملاعبين يشوتو تيموه هزه ما نتصورش انا المدرب يعمل رياكسيون هاديك معا انسان ديزيني وعندو فيه ثيقة مارب ليه حتى مدرب في العالم يتغشش على الملاعب يضيع بين انتي حسب رايك انتي جزيري اشيات واحده الله واعلم الناس فيك على رياكسيون بتاع له حيشي على شكيك مش مقبولة مش مقبولة والملعبي تصير ضيع بين انتيش نور بشكت وهو نتمنى والله الى علا فيها خيرا لا كان ودي كان ربحنا وترشحنا مالوش ربما مصر ومش ربما مسلوب دفاعي ما نشوفوش النواحي الهجومية وشدين عشرة التالي خلينا يا اخوية معينو في الزيلاند واذا كان خلينا الدورة هذية وربحناها ترنوخلتو في روحنا ونقول وقول كيما عمالنا في الجابون كيما في الجابون قدما توسيها اتعافت وتصلحت لا ما هوش هذا صحيح مشاكلنا هي هي موجودة ولعبنا بطريقة دفاعية مبالغ فيها لين انا فديت من الماتش الا في الا مراحي ما ربي في العشرين دقيقة الاخرانية شوية نوعا ما مشينا قدامك اللاعبين كانوا اا عملوا ببرشة المدربين بتاعهم وخليهم يتهزوا على الاعناق كيما اللاعب بوقت اللي يعني لازم يقع سويسيا المدرب متاعه ونتمنى ونتمنى انو معاش نشوفه نفس المشاهد اللي شفناه واللي راكسيون خاطر بظاهره جت الليكران والتالف زي صورته نتمنيو انو معاش شوفهم نفس ناي مجيش مش حلوة خاصة على ضرب الجازي مانتا نسكولا يا ضرب يا راجل الرياكسيون تخليك تفتح باب التأويلة اذا كان مدرب عمال راكسيون وعطيك بعض مملاع بضيع ضرب الجازي اما ما كان شوى ديزينية نحكي في ديزيبوتاز بعد ما عندك حد شي تحت نحب نسلكم في حاجة نجاوب عليها بسرعة هل فم عملية سلخ مبالغ فيها لي منصر لوحيشي؟ في الفيسبوك في الاعلام في الناس مش متقبل وجود وهو كسيلكسيونير حتى ولو كان وقتين مهوش هذية البروفيل حتى كنقرنا عامين صحف مع تقول بالولايات ومعاين من طرف عضو من المكتب الجامعي شون جدنا ضرب ومش ضد شخصه لكن اليوم تحب ولا تكره وقتين نحكيه على ناخب وطني ناخب وطني تونس مر على مر السنين تم اسيمة كبار لدربة المنتخب التونسي وشنو الكريتير وقتين تترأس الاطار الفني للمنتخب التونسي يكون على الاقل ثم سيفي ثم تترأس مع الجماعيات اللي لعبت معاهم ولا حتى كلاعب ينجم يكونوا نقاط هذومة اللي خليهوا شرع رياضي يغلي على اساس انه مغير قابل وجود الاطار الفني الحالي لكن هذا ما يعنيش انه نقلوا من قيمتهم ولا حتى نقلوا أنا شخصيا لعبت مع نيس اللي في ريمون نحبه برشة ونحترمه برشة كلاعب وحتى كمدرب اللي قاعد يقوم بنتائج إيجابية لازم الانترونير يأخذ شوية وقته باش على الاقل يستنس بالتدريب بخاطر لا علاقة باللاعب كمدرب يبقى انه الليماج اللي شفناه في المباراة الاخرانية هي إيماج باهية منطيروش برشة فوق السحاب ونحن راهو راهو يقعد ينجم البريود هذية حق مشروع انه باش اطمح يلقى روح وبعد يقول لك لو كان نعمل درجلة إيجابية نلقى روحي موجود مع ستاف المستقبلي وهذي حق مشروع حق مشروع ما دام اليوم احنا بكل الامور ولت سهلة انت والمكتب الجامع لي جديد كان المكتب الجامع لي جديد كان المكتب الجامع لي جديد فيه فيه شكون فيه نوعا ما ما نسميلكش ما نسميلكش فيه نوعا ما كان المكتب الجامع لي مش جديد يقولك لا يا اخي كل شيء مش نحطه في جديد ولا حتى اللي يخدموا في العشرية الاخيرة عشرية الاخيرة نعرفوا كيفاش تحطوا اخي طول اللي دربوا قبل منصر لحيشة والبوسعادة حتى كانوا موقتيين اخي اشنو يزيدوا على متصلحيش اشنو يشوق فطره اخوية بربش فينا يحب يكملها اخي اخي ما نعرفه انت تعرفش انت كونها كيفاش تحطوا سنين بحي سيدي اسمع العشرة سنين النقرانية مش السينيور حتى في الليجان وكمركز التكوين الجهوية وكل شيء حط لسامي حط لسامي في العشرة السنين انت تلقى اسامي تتعاود بالاربع خمسة مرات من البلاسة لبلاسة وانت تتبع الغرص يعطيك صح سامير السليمي شكرا امين الشرميتي يعطيكم صحة نسكول في المتابعة والسماع البقاء للأجدر ولا للولادات ولا للتعينات المشبوعة المنتخب ولا غير المنتخب شكرا لجميع متخانوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت غدوة مباراة تونس نيوزيلاندا مع التسعة متعليل هكو اللي سامير تسعة ان شاء الله تونس نيوزيلاندا تسبح على خير وشية طيبة